السلام عليكم ورحمة الله نبدأ الحلقة بالتعازي لأهلنا في غزة على الشهداء وأيضا دعواتنا لهم جميعا بالسلامة هذه الحلقة سأتحدث فيها عن تيار اسمه المسيحية المتصاهينة وهو تيار ضخم من المسيحية البروتستانتية التي تؤمن بأفكار صهيونية سياسيا وعقديا فهم مسيحيون مثل أي مسيحي آخر ولكنهم أكثر صهيونية من اليهود أنفسهم هذه الحلقة هي خلاصة لبحث أجريه منذ عدة أسابيع وهو أيضا فصل من كتاب منذ أكثر من سنة أعمل عليه الكتاب بشكل عام يتحدث عن تاريخ الأديان والطوائف بشكل عام وتداخل السياسة بالدين بأشياء كثيرة هذا الفصل عن المسيحية المتصاهينة وبالصدفة يعني مع انتهائي من هذا الفصل حدثت هذه الأحداث المهمة الآن في غزة فمن المهم في رأيي أن ألخص لكم أهم ما وصلت إليه لأنه أيضا هناك أسئلة كثيرة في هذا الموضوع وأشعر أنه في لبس في هذه القضية عند الكثير حتى من المثقفين وليس فقط الناس العاديين الذين لا يقرؤون في السياسة وفي تاريخ تشكل الأديان والأفكار سأحاول قدر الاستطاعة أن ألخص وأركز وأضغط أكبر قدر من الأفكار والمعلومات في هذه الحلقة ولا أدري بالضبط كما سيكون طول هذه الحلقة أنا أفتح الآن الكاميرا وما يفتح الله لي سألخصه لكم من أهم الإشكالات في رأيي هي أن الكثير من الناس كما قلت عندهم نفس في هذا الموضوع من جزئية أنه نحن نعرف أن اليهود يكرهون المسيحيين وبالعكس فالمسيحيون أيضا يعتبرون أن اليهود مسؤولون عن صلب بين قوسين عيسى عليه السلام والذي هو عندهم يسوع الرب نحن نعرف طبعا أنه رفع ولكنهم سعوا إلى صلبه فالفكرة هي كيف تغير ذلك كيف تغيرت مشاعر الكثير من المسيحيين المعاصرين تجاه أولئي اليهود هذا ما سنشرحه الآن نبدأ من البداية هي أن المسيحية كما نعرف هي دين ظهر في بني إسرائيل بني إسرائيل هم أبناء يعقوب عليه السلام يعقوب هو إسرائيل هو والد يوسف عليه السلام ومعروف قصته يوسف ذهب إلى مصر وصار مسؤولا كبيرا هناك في مصر ثم هاجر والده يعقوب عليه السلام مع أبنائه إلى مصر فهذه العائلة اللي هي أب وفيه إثني عشر ولدا خرج منهم بني إسرائيل ثم بعد قرون خرج من سلالتهم موسى عليه السلام وبعث بالنبوة وعاد بقومه إلى فلسطين ثم أيضا أرسل إلى موسى كتاب التوراة وكانوا مكلفين بأن يحملوا هذه الرسالة بما فيها من شريعة وبما فيها من حكمة ولكنهم خانوا العهد وكذبوا موسى وليس كلهم طبعا وعلى مراحل أيضا يعني كان في مراحل يعودون فيها ولو جزئيا إلى ديانة التوحيد مع بعث الأنبياء إليهم وفي مراحل أخرى يعودون إلى الوثنية وهكذا في النهاية خرج عيسى عليه السلام وهو النبي الأخير من بني إسرائيل الذي بشر به موسى أيضا وأنزل على عيسى عليه السلام أيضا الإنجيل وكانت رسالته كما كانت كل رسائل الأنبياء من بني إسرائيل من قبل رسالة التوحيد مع تفصيلات تشريعية أيضا لها علاقة بزمانه هم أيضا كذبوا عيسى عليه السلام ورفضوه وحاولوا قتله ولكن رفع بعد رفعه صار في تشويش بين أتباع عيسى عليه السلام كيف ذهب وإلى أين ذهب وما حدث له هنا ظهر شاول أو شاول أو بولوس يعتبر نبيا عندهم ونحن نرى أنه مجرد يهودي كذاب فهو الذي شوها هذه الرسالة وزعم أن عيسى هو الرب هو الرب نفسه الذي تجلى في هيئة إنسان حتى يفدي البشرية لأنها أخطأت الخطيئة الأولى على أيام آدم عليه السلام فكان لابد أن ينزل في هيئة إنسان ويفدى ويقتل ويقتل على الصليب ثم يرفع إلى السماء الآن من أيام شاول كانت الفكرة الأساسية هي أن عيسى اللي هو الرب كما قلنا سيعود ليحكم الأرض بالعدل ويقضي على غير المؤمنين به وفي هناك نصوص تؤكد أو يعني يفهم منها هذا المعنى انقضى الجيل الأول وماتوا لهما يشبه الصحابة يعني عندنا ولم ينزل عيسى فبدأ في القرن الثاني أيضا تظهر أفكار أخرى وهي أن عيسى أو يسوع الرب سيعود مرة أخرى ظهر في هذه الفترة الراهب مونتانوس الذي بدأ يدعو أتباعه إلى التقشف والصيام والامتناع عن الزواج وبيع ممتلكاتهم وتخلص من هذه الدنيا لأن يسوع سينزل في هذه الفترة وكانوا يعتمدون على مصطلح الفارقليط الذي نعرفه نحن في الدراسات المقارنة بعض المفسرين قالوا هو محمد عليه السلام وترجم لكلمة المعزي ففسر مونتانوس المعزي بالروح القدس وهو الأقنوم الثالث من الثالوث الإلهي المعزي سينزل إليه ونزل إليه الروح القدس وبدأ يوحي له بأن الرب يسوع وهو الإبن سيعود في هذه الفترة أيضا انقضت هذه الفترة ولم ينزل يسوع هنا بدأ البعض يتطلع إلى سفر رؤية يوحنى سفر الرؤية ومن أسفار العهد الجديد اللي يسمى الإنجيل يعني سفر يوحنى ليس هو إنجيل يوحنى وشخصية يوحنى أيضا هنا المتعلقة بهذا السفر أيضا هناك أيضا عدة أبحاث لتحديد منه ما أحد يعرف بالضبط منه لكن هذا السفر هو سفر النبوآت وهو سفر النبوآت الوحيد الذي يتحدث عن المستقبل كل ما يتعلق بآخر الزمان خرج من هذا السفر ففي هذا السفر هناك نص على أن هناك فترة سلام تمتد لألف سنة والشيطان سيكون هو وجنوده مقيدون في هذه الألف سنة فكل المسيحيين طبعا لا ينكرون وجود هذا السفر ولا ينكرون إيمانهم به وبأنه صحيح وموحى به من الرب ولكن الخلاف كله على تفسير هذا النص كما سيأتي لاحقا في القرن الثاني الميلادي أيضا ظهر القديس جستن الشهيد هذا كان من قساوسة فلسطين نفسها فهو من أوائل القساوسة في التاريخ المسيحي الذين فسروا هذه النصوص بأنها تعني أن المسيح نفسه سيأتيه هذا ما يسمى بالمجيء الثاني للمسيح المجيء الأول كما نعرف لما ظهر المسيح يسعى عليه السلام في القرن الميلادي الأول ثم صلب أو قتل أو رفع إلى آخره المجيء الثاني بدأ مع هذه التأويلات بأنه سيأتي فعلا ويحكم ألف سنة ثم يفرج عن الشياطين كما تقول بعض النصوص في سفر الرؤية وينتشر الفساد ثم يبعث بقية الناس في القيامة الثانية أيضا للحساب أيضا في أواخر القرن الثاني الميلادي ظهر أسقف في فرنسا كان اسمها بلاد الغال اسمه إيرينيوس وأيد تفسيرات جستن الشهيد وقال بما أن هناك وعد إلهي لإبراهيم بميراث الأرض فلابد أن يريث أتباع عيسى هذه الأرض وأن يحكم عيسى بنفسه لهو الرب يحكم هذه الأرض وكما قلت معظم القساوس في الأرثوذكسية في الكاثوليكية وهذه مصطلحات جاءت لاحقا يرفضون التفسير الحرفي هنا في تفاصيل كثيرة بصراحة لو دخلت فيها الآن ربما نحتاج إلى حلقة حتى أنا احتجت الكثير من الوقت لأفهم التيارات والمذاهب لفهم الألفية لكن باختصار شديد جدا كما أقول الغالبية المسيحية على مر تلك القرون إلى عهد قريب من الآن كانوا يرون أن تفسيرات جاستن وإرينيوس هذه ليست صحيحة التفسير الحرفي ليس صحيحا ولكن كل ما قيل على أن هناك حكم ليسوع ومملكة ليسوع على الأرض فهي كلمات مجازية والتفسير يجب أن يكون بالتأويل فهناك مملكة روحية ليسوع بمعنى لما ظهر يسوع قبل ألفين سنة من الآن أسس مملكة روحية ولما رفع إلى السماء وهو أصلا رب كما نعرف حسب رأيهم فرفعت مملكته إلى السماء هناك من يقول مملكته في الملكوت وهناك من يقول مملكته روحية أيضا في الأرض ولكن في المعنيين هي مملكة روحية هذا رأي معظم الكنائس كما قلنا في العالم وهناك تفاصيل أخرى في هذه الرؤية كلها تفسر بهذا المعنى وحتى أنه قولهم أنه طيب ما هو الشيطان أيضا مقيد يقولون يعني هو مقيد جزئيا وحتى كلمة الألف عام المذكورة هنا يفسرونها بأنها كلام أيضا يعني مجازي فنحن الآن نعيش بعد ألفين سنة من عيسى عليه السلام فالمهم يعني تفسيرهم هو تفسير مجازي وأن عيسى لن ينزل إلى الأرض إلا في يوم الدينونة الكبرى يعني يوم القيامة لما يبعث كل الناس من قبورهم هنا ينزل في الدينونة العامة كما يقولون ويحاسب الناس باعتباره هو الرب فمن آمن به يدخل في مملكته لهي الجنة ومن لم يؤمن به مع الشياطين سيذهب إلى النار وأيضا الأرثوذكسية والكاثوليكية تؤمن بأنه قبل يوم الدينونة هناك علامات مثل علامات آخر الزمان عندنا نحن المسلمين هناك حروب مجاعات زلازل فساد إلى آخره هناك أيضا دجالون يدعون أنهم المسيح المهم كما قلنا هذا التفسير الرمزي ظل هو القائم لسنوات طويلة تفسيرات مونتانوس وريوس هذه كلها لم يكتب لها الانتشار والذيوع وهكذا ظل الأمر قرونا طويلة سنعود لاحقا للتطورات التي حدثت ولكن هنا سأتحدث جزئيا عن نظرية اسمها نظرية الحق الإلهي هذه النظرية تعود أصولها إلى الفكرة اليهودية القائلة بأن الملك الأول من بني إسرائيل داود عليه السلام هو الذي أسس أول مملكة لإسرائيل خرج من سلالته الملوك فكل الملوك الذين سيحكمون الأرض وسيحكمون بني إسرائيل طبعا يجب أن يكونوا من سلالة داود عليه السلام وكما نعرف أيضا من داود عليه السلام كان هناك الملك سليمان النبي أيضا عليه السلام والذي كان يمثل العصر الذهبي للمملكة الإسرائيلية انقسمت المملكة إلى مملكتين ثم ادثرت وعاد الرومان وسيطر عليهم إلى آخره المهم هم يؤمنون الآن بأن سلالة داود سيخرج منها الملوك وهناك حق إلهي لهم يعني الرب وعدهم بأن سلالة داود سيخرج منها الملوك وأحد هؤلاء الملوك سيحكم الأرض كلها وهو المسيح وهو الميسية أو الماشيح عندهم في لغتهم فهذا الملك سيحكم في آخر الزمان كل العالم وسيدين لهم كل البشر الآن النظرية هذه تقول أن هؤلاء بني إسرائيل بعدما تعرضوا أكثر من مرة للتشريد مرة على يد البابليين والمرة الأخرى على يد الرومان في سنة سبعين ميلادية دمر الهيكل مرة أخرى ثم تفرقوا هذا هو الشتات اليهودي ومن هذا الشتات أيضا خرجت عدة قبائل وعدة شعوب تنتسب إلى الإسرائيليين طبعا هي متداخلة عرقيا أيضا مع الشعوب الأخرى التي عاشوا معها لكن هم كانوا حريصين على أن السلالة الملكية من داود عليه السلام تبقى سلالة نقية وكانوا يحتفظون بهذا السر ولديهم شجرة العائلة التي تمتد إلى أيام داود عليه السلام بمعنى سلالة داود معروفة حتى الآن تقول النظرية هؤلاء تغلغلوا في أوروبا تحديدا ومعظم أو الكثير من العائلات الملكية الأوروبية المستمرة حتى اليوم ولو كانت استمرار رمزي يعني لا يحكمون ولكن كانوا سابقا يحكمون في هؤلاء أيضا الكثير منهم من سلالة داود أو فيهم شيء يعني من دماء داود عليه السلام وأيضا تغلغلوا في الفاتيكان الفاتيكان في تلك الفترة كان يحكم أوروبا تقريبا يعني البابا نفسه له سلطة سياسية ولا صفقة روحية هو زعيم الإمبراطورية الرومانية المقدسة وهو الذي يعين الملوك أو يعطيهم الشرعية في الحكم فالنظرية تقول أيضا أن بعض الباباوات كانوا أيضا من هذه السلالة بمعنى هم كانوا يهود متخفين وعلى فكرة كلمة اليهود المتخفين أو اليهود المنافقين أو سميها ما شئت هي نظرية معروفة هذه صحيحة ليست نظرية مؤامرة عندهم معنى أو مفهوم أنه إذا أنت كنت مضطرا للتقية أن تظهر أنك مسيحي أو أنك مسلم أو أي ديانة أخرى وتحافظ على وجودك وعلى استمرارك وحتى تمارس الديانة الأخرى وتتزوج من الدين الآخر وإلى آخره ولكن تبقى في داخلك يهودي فإذا بما أن هذه الفكرة موجودة عند اليهود وأيضا موجودة عندهم فكرة الحق الإلهي فهناك هذه النظرية التي كما قلت لكم تغلغلوا من خلالها وأسسوا الكثير من الممالك الأوروبية الحاكمة وخرج منهم أيضا بعض البابوات وتغلغلوا في الفاتيكان وهم كانوا الشرارة التي أطلقت الحملات الصليبية لأن المسيحيين في تلك الفترة ما كان عندهم أصلا في كتابهم ولا في أي شيء من عقيدتهم شيء يدعو إلى الحرب والجهاد المسيحية في أصلها وكل ما في الإنجيل هو سلمية لكنهم زرعوا فكرة أنه يجب أن نستعيد هذه الأرض من المسلمين اللي هم برابرة وكفرة وإلى آخره ونستعيد الأرض المقدسة ونستمر بالحج إلى فلسطين الفكرة هي أن اليهود هم الذين كان لهم مصلحة في ذلك فهم تغلغلوا إلى المسيحية واستخدموا المسيحية بكل ما فيها من الممالك وجيوش وشعوب وإلى آخره حتى يحققوا لهم مصلحتهم من بنود هذه النظرية أيضا أنه مؤسس تنظيم فرسان الهيكل واسمه هيوك دي باينس هو فرنسي أيضا هو كان من هذه السلالات سلالة يهودية متخفية بأنها مسيحية نجحت عائلته أيضا في إخفاء أصلها اليهودي وأظهرت اعتناقها للكاثوليكية استطاع هو ومجموعته الصغيرة أن يدخلوا أيضا إلى الفاتيكان ويقنعوا الباب أيضا بأن يؤسسوا تنظيم له صلاحيات وامتيازات وتسهيلات بحجة حماية الحجاج المسيحيين الذين يذهبون إلى القدس في ذلك الفترة كان الصليبيين مسيطرين على عدة مناطق في البلاد المسلمة بما فيها القدس وأسسوا مملكة القدس ففي ظل هذا الاحتلال الصليبي للقدس أسسوا مقرهم جنب المسجد الأقصى وكانت لهم أنفاق تحت المسجد الأقصى وبالمناسبة موجودة حتى الآن تحت قبة الصخرة تجدوها على يوتيوب في أنفاق محفورة تحت الصخرة وفيها بصمات واضحة لفرسان الهيكل فالفكرة هنا أن فرسان الهيكل غالبا كانوا من اليهود المتخفين وكانت فكرتهم وهدفهم الأساسي هو استعادة هذا المكان ليعيدوا إنشاء الهيكل وهو هيكل سليمان لما له علاقة أصلا بالمسيحية والفكرة هنا أنه مع كل هذا التغلغل اللي صار مع أنه ما نجحوا طبعا اليهود في تلك الفترة لا بهدم المسجد الأقصى مع أنه كان تحت أيديهم ولا نجحوا أيضا في إنشاء الهيكل مرة أخرى وهذا ليس موضوعنا طبعا لكن الفكرة هي أن الكاثوليكية حتى تلك الفترة كانت ما زالت تكره اليهود وما زالوا حتى تلك الفترة أعداءهم وما زال أيضا لديهم اهتمام بأن يحولوا هؤلاء اليهود للمسيحية هذا من أهدافهم ولكن هنا المهم في هذه القصة هو فكرة تغلغل اليهودية إلى داخل المسيحية الكاثوليكية نفسها التي تعلن عداءها لليهود فإذن من داخل هذه النظرية ممكن أن نفهم جزئيا فكرة بدء تغلغل الأفكار اليهودية إلى داخل المسيحية حتى بدأ تغييرها في هذه الفترة أيضا مرحلة الحروب الصليبية ظهر راهب أيضا اسمه يواكيم فيوري في إيطاليا في القرن الثاني عشر ميلادي وبدأ يطرح تفسيرات جديدة أيضا من داخل الكاثوليكية نظرية العصور الثلاثة خلاصتها أن التاريخ كله والدهر كله ينقسم إلى ثلاثة عصور أساسية أولها عصر الآب وهو الموافق للعهد القديم التورا يتميز بطاعة البشرية لقواعد الله ثم بدأ عصر الإبن بمجيء المسيح عليه السلام ويمثله العهد الجديد وهو الإنجيل وفيه أصبح الإنسان ابنا للإله وتنبأ يواكيم أيضا بأن هذا العصر سينتهي في فترة قريبة في حياته في تلك الفترة يعني ويبدأ بذلك عصر الروح القدس وهو عالم توباوي مثالي يوتوبيا ينطلق من الإنجيل ويتجاوز حرفية بمعنى أنه في هذه الفترة لن يكون مهما استمرار التنظيم الكنسي الكهنوتي يعني ربما حتى سيكون هناك تشريع جديد في هذا العصر الجديد هناك بعض الباحثين يقولون أن هذا التقسيم للتاريخ مستمد من التلمود من اليهود ولا ندري كيف تم هذا الاختراق على يد يواكيم ولكن يعني ربما كان متأثرا بهم ربما كان يهوديا متخفيا إلى آخره لكن هذا التقسيم ما كان موجود أبدا في تاريخ المسيحية ولذلك رفض من قبل الفاتيكان ولكن لم يقتل مع أنه كان هناك أحكام شديدة جدا على كل من يتهم بالهرطقة لسبب ما لا ندري أنه لم يقتل ولكن حوربت أفكاره مع ذلك أفكاره هذه انتشرت ويقول لنا التاريخ أن ملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد ذهب إلى يواكيم ليراه أثناء ذهابه إلى الحملات الصليبية المعروفة وتنبأ له بأنه سيستعيد القدس لأنه كان صلاح الدين قد أخذها منهم طبعا ريتشارد ذهب إلى القدس وحاول أن يحارب وأن يستعيد القدس ولكنه فشل وعاد فاشلا المهم أن هذه الأفكار بدأت هنا تنتشر وهناك كنائس أخرى ظهرت في أماكن متفرقة في أوروبا وبدأت تتبنى هذه الأفكار مع أن الفاتيكان حاربتهم لاحقا انتهت الحملات الصليبية 200 سنة حاولوا فيها ونجحوا جزئيا في استعادة القدس وأماكن أخرى ولكن انتهت هذه الحروب كلها والحمد لله باستعادة المسلمين سيطرتهم على القدس ظل حلم استعادة القدس موجودا لدى الكاثوليك وطبعا موجودا لدى اليهود كما نعرف لكن اليهود كانوا في أمستضعفة متفرقة في هذه الفترة الآن في عام 1453 العثمانيين هم الذين صعدوا إلى السلطة وهم الذين صاروا القوة الأكبر في العالم الإسلامي واستطاعوا فتح القسطنطينية كانت هي عاصمة الامبراطورية البيزنطية أكبر وأغنى وأهم مدينة في أوروبا كلها أهم حتى من روما هي عاصمة الكاثوليك هنا بدأ الخوف يتسلل إلى الأوروبيين كانوا قبل ذلك هم الذين يهاجمون وهم الذين يقومون بالغزو الآثار المسلمون هم الذين يغزونهم في أرضهم مع ذلك للأسف في الطرف الآخر الطرف الغربي سقطت الأندلوس بعد فترة قصيرة فقط من فتح القسطنطينية فهنا استبشروا بأنه قد يكون الآن هذا هو الوقت المناسب لإعادة التفكير باحتمال غزونا لأراضي المسلمين والقيام بحملات صليبية جديدة في هذه الفترة تحديدا وبعد أشهر فقط من سقوط الأندلوس في عام 1492 ظهر البحار الإيطالي كريستوفر كولومبوس قبل ذلك كان يطوفي أوروبا يحاول الوصول إلى أي ملك ليقنعه بفكرة أنه يريد أن يطلق حملة صليبية جديدة لاستعادة القدس لأنه كان متدينا لدرجة متطرفة لكن بعد سقوط الأندلوس واستطاعت الملكين الإسبانيين فردناند وإيزابيلا احتلال الأندلوس والطرد المسلمين منها هنا كانت المشاعر كلها متأججة والروح المعنوية عالية لدى الكاثوليك هنا ذهب كولومبوس إلى هذين الملكين وأقنعهم بالفعل بأن يمولوا حملة بحرية يقودها بنفسه ولكن ليس إلى الشرق لأن هذه حملة كبيرة بل إلى الغرب هذه المرة لأن هناك كان معروف أن هناك يابسة في الطرف الآخر من المحيط لكن لا يعرف ما هو فسيذهب إليه ويكتشف ما فيه ويأخذ ما فيه من ذهب وكنوز ويستعبد ما فيه من بشر ليمولوا الحملة الصليبية التي سيستعيدون بها القدس مرة أخرى هذه كانت فكرة كولومبوس باختصار بالفعل مولوا حملته وذهب فعلا إلى جزر الكاريبي واكتشف الأمريكيتين ونهب ما فيها من ذهب واستعبد الناس واغتصب النساء وقام بمجازر للأسف هو وإخوته ولكن في النهاية لم يستطع لا هو ولا الملكين الإسبانيين أن يقودوا حملة أخرى لانتزاع القدس من المسلمين لكن من المهم أن نفهم أن كولومبوس نفسه كان واضح في أفكاره وكتب بنفسه كتابا يذكر فيه هذه الأفكار فمن المهم أن نفهم الآن كل هذه التدعيات السياسية حتى نفهم كيف تظهر الأفكار الجديدة من داخل دين كان صلبا جدا ومتماسكا كما قلنا الأرثوذكسية خسرت معقلها الأساسي في إسطنبول هي القسطنطينية الكاثوليكية أيضا شعرت هنا بالتهديد تجرأ بعض الرهبان والقساوس الآن على طرح أفكار جديدة تخالف المفاهيم المعتمدة كما قلنا لدى الكاثوليك كانوا البابوات معتادين دائما كل من يهرطق بين قوسين يظهر تفسيرا جديدا وكما كانوا أقوياء في فترة ما فأيضا ضعفت قبضة البابا تدريجيا على أوروبا في هذه الفترة في عام 1457 هناك لاهوتي تشيكي اسمه يانهوس بدأ يطرح أفكار جديدة في تفسير الكتاب المقدس أيضا حكم عليه البابا بالقتل وقتل حرقا فجمعته وتمرض وصارت هناك حرب فيما بين الطرفين لكن الفاتيكان انتصرت هذه القصة ألهمت القصة الألماني المشهور مارتن لوثر في عام 1517 بأن يطرح شكوكه الكبيرة والخطيرة على أهم معتقدات الكاثوليكية فكتب وثيقة فيها 95 سؤال تشكك بأهم الأفكار التي تقوم عليه الكاثوليكية ونشر هذه الوثيقة على باب الكنيسة التي كان يقودها في ألمانيا طبعا حكم فورا عليه بالهرطقة ولكن الفكرة أن الإمبراطورية الألمانية نفسها حمته من القتل ومن الطرد ومن النفي هنا ظهر ما يسمى بحركة الإصلاح الديني البروتستانتية مذهب جديد انشق عن الكاثوليكية من أهم ما جاء به مارتل لوثر احتجاجه على فكرة سكوك الغفران وأن البابا هو الوحيد الذي يحق له تفسير الكتاب المقدس وإلى آخره فيعني هو طعن بأهم شيء بأهم مبادئ السلطة التي كان يمسك بها البابا وصار يحق الآن لكل مثقف أو قس أن يفسر الكتاب المقدس بما يراه مناسبا في هذه الفترة أيضا بدأت ترجمة الكتاب المقدس من اللغة اللاتينية إلى اللغات التي يفهمها الناس وبدأوا يرون التناقضات في هذا الكتاب فإذا بالخلاصة سقطت هذه القدسية عن البابا مارتل لوثر نفسه كان في شك يعني هل هو متأثر باليهود يكرههم يحبهم ستجدون الكثير من الآراء في هذا الموضوع له تصريحات متضاربة في هذا الأمر لكن المهم أنه كان يفكر بفكرة أنه يجب أن نطرد اليهود إلى الأرض المقدسة إلى بلاد فلسطين التي خرجوا أو نشأوا فيها والفكرة الأهم أيضا هنا أنه آمن بفكرة المجيء الثاني للمسيح كان يؤمن بالتفسير الحرفي للكتاب المقدس ومنه كما قلنا سفر الرؤية اللي فيها نص واضح بأنه هناك حكم لألف عام وهناك مجيء للمسيح فآمن بفكرة المجيء الثاني للمسيح بالمناسبة أيضا كان لوثر حاقدا على الإسلام وعلى المسيحية الكاثوليكية بنفس الدرجة ولم يستبعد أن يكون البابا نفسه البابا الكاثوليكي في روما هو نفسه عدو المسيح وهو الأنتي كرايس يعني الدجال وكان يقول أتركوا الكاثوليكية تتحارب مع الترك اللي هم العثمانيين المسلمين ويقتل بعضهم بعضا الآن بالتوازي مع حركة لوثر هذه والإصلاح الديني في ألمانيا ظهرت أيضا حركة إصلاحية أخرى على يد الفرنسي جون كالفن في جينيف هنا فكرة المجيء الثاني للمسيح بدأت تأخذ بعد آخر وبدأت تنتشر بين ملايين المسيحيين في أوروبا في هذه الفترة أيضا لأسباب سياسية إنجلترا وهي مملكة عظمى طبعا ومهمة جدا في أوروبا انشقت عن سلطة الكاثوليك سلطة البابا لكن لم تنشق عن الكاثوليكية نفسها ظلت تؤمن جزئيا بمبادئ الكاثوليكية ولكن مستقلة عن كنيستها وفي هذه الفترة أيضا بدأت تظهر تيارات جديدة من داخل البروتستانتية طائفة البيوريتان التطهوريين وطائفة الكويكرز هذه نشأت في إنجلترا وكانوا أيضا متمسكين بشكل متطرف بفكرة التفسير الحرفي للكتاب المقدس وفكرة المجيء الثاني للمسيح فكان المجيء الثاني للمسيح يشكل لهم شيء من الأمل بأنه لما يأتي سيقضي على كل هذا الظلم والفقر والمجاعات وكل المصائب التي كانت تحدث في أوروبا بشكل مستمر ولما اطهدوا أيضا هؤلاء في إنجلترا نفسها أو حتى في دول أخرى بدأوا يفكرون بالهجرة إلى أين؟ إلى العالم الجديد كما قلنا كولومبوس كان قد اكتشف مكان آخر فتوسعت حركة الهجرة من إنجلترا ومناطق أخرى في أوروبا باتجاه العالم الجديد وشكل وطبعا هناك مستعمرات كانت ينوات المدن التي نعرفها اليوم في أمريكا المدن الكبرى فهذه المدن تأسست عليها هؤلاء المؤمنين بالمجيء الثاني للمسيح الخلاصة إذن في هذه المرحلة بعد قرن ونصف فقط من الإصلاح الديني في أوروبا وأمريكا كانت الأفكار المسيحية انقلبت بشكل جذري من كراهية اليهود وقتلهم أو دفعهم للإيمان بالمسيحية بدأوا يفكرون بشكل مختلف تماما وهي الاعتقاد بفكرة أن ما يتعرض له اليهود في هذه الفترة من شتات وغيره فهي عقوبة لهم لأنهم سعوا إلى صلب المسيح والحل سيكون بإعادة هؤلاء إلى أرض فلسطين لأنهم بني إسرائيل وهم ظلوا ولكن نحن سنساعدهم ليعودوا إلى هذه الأرض ثم عندما يأتي المسيح في المجيء الثاني سيهتدون على يده ولكن لن يأتي المسيح إلا بعد عودتهم إلى أرض فلسطين هذه هي النظرية وهنا حتى نفهم أكثر سأحدثكم عن خطة الرب للدهر حسب فهمهم الجديد هذا لسفر الرؤية لما كان كما قلنا يلتفت إليه في فترات سابقة الآن صار هو أهم جزء من الإنجيل عندهم فهؤلاء يعتقدون الآن أن الرب وضع خطة للدهر على أساس علاقته الخاصة بشعبه المختار وهو شعب إسرائيل فالبشر ليسوا متساوين البشر منقسمين إلى فئتين بنوا إسرائيل وهي عرقية خاصة يعني هم سلالة تحديدا من النبي إسرائيل وهو من سلالة إبراهيم فهذه سلالة خاصة لها معاملة خاصة عند الرب وبقية البشر الآخرين كلهم الإغيار لهم معاملة أخرى الآن هذه النظرية تقسم الدهر كله إلى سبعة عصور هناك أربع عصور سابقة ليست مهمة الآن العصر الرابع هو عصر إسرائيل الذي بدأ بإعطاء الرب عهده لإبراهيم عليه السلام وبما أن بني إسرائيل لم ينفذوا واجباتهم باستيطانهم لبلاد كنعان وهي فلسطين وبقية بلاد الشام عقبوا بتعرضهم للعبودية في مصر كما نعرف العصر الخامس جاء بعدها بإنزال الشريعة وهي النموس على موسى عليه السلام في نهاية العصر الخامس ولد عيسى عليه السلام بما أن أيضا شعب إسرائيل رفض هذه الشريعة ورفضوا الإيمان بيسوع أيضا عليه السلام لهو يسوع الرب بالنسبة لهم نحن نتحدث الآن عن المسيحيين فعقب بني إسرائيل مرة أخرى بالشتات في أنحاء العالم الآن بدأ العصر السادس بصلب المسيح وهو عصر الكنيسة وكان على شعب إسرائيل هنا أن يؤمنوا بالمسيح ولكنهم سعوا إلى صلبه ورفضوا الارتقاء إلى روح القدس وأجلت العقوبة هنا لأننا ما زلنا حتى الآن نعيش في العصر السادس لكن هذا العصر الذي كما قلنا ما زلنا نعيش فيه هو الذي شهد لاحقا تأسيس دولة إسرائيل وتجمع شعب إسرائيل مرة أخرى في أرضهم مع اقتراب هذا العصر من نهايته وظهور علامات آخر الزمان بتكاثر الحروب والزلازل والفساد سينزل يسوع عليه السلام إلى الغيوم ويبعث من آمنوا به من قبورهم وهذه تسمى القيامة الأولى فيصعدون إليه في السماء الدنيا ويرتقي إليه من كان حيا في هذه الفترة من المؤمنين به يصعدون إليه أيضا وهذا الارتقاء يكون بشكل لحظي يعني فورا يختفي من أمامك المؤمن بالمسيح ويظهر في السماء في الغيوم ثم تبدأ المحنة هنا العقوبة عقوبة العصر السادس في هذه المحنة سيخرج عدو المسيح أنتيكرايست وهو الذي يشبه عندنا الدجال هو أيضا مدعي مدعي النبوة وهو طاغية يقود جيوش الشر ويتحالف مع الشيطان وهو المقصود بالوحش الذي ورد ذكره في العهد الجديد يقول النصوة والآيتين الأولى والثانية من الأصحاح الثالث عشر من سفر الرؤية ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى قرونه عشرة تيجان وعلى رؤوسه اسم تجديف والوحش الذي رأيته كان شبه نمر وقوائمه كقوائم دب وفمه كفم أسد وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما فالمفسرون يقولون أن التنين هو الشيطان هو إبليس ولوسيفر هو الذي سيعطي هذا الملك لعدو المسيح يعني هما سيكونوا متحالفين وأنا لا أستبعد بالمناسبة أن التنين المذكورة في الكثير من الأساطير من الصين إلى كل مكان في العالم هي شياطين كانت تعبد في فترة ما فالمهم إذن أن عدو المسيح في فترة المحنة هذه لكلها مجاعات وحروب ودمار وفساد إلى آخره سيحكم عدو المسيح الأرض المقدسة وسيدخل إلى الهيكل الذي سيكون قد أسس إما قبله أو في أيامه ولكن غالبا سيؤسس قبله كما يريدون وسيحكم لفترة قصيرة من هذا الهيكل على العالم كله ويكون في هذه الفترة الرب يسوع في السماء كما قلنا هو وأتباعه ثم بنهاية هذه المحنة سينزل المسيح يسوع الرب مع أتباعه وستحدث المعركة الكبرى التي سنتحدث عنها بعد قليل لأن المسيحية التقليدية قبل هذه التفسيرات المسيحية المتصهنة كانت تؤمن بأن هناك نعم عدو المسيح والدجال ولكن كانوا يتحدثون عن ثالوث نجس وهو مكون من التنين ووحش البحر ووحش الأرض وهو الشيطان المتحالف مع ملك طاغية وزعيم ديني كافر ولكن اختلفوا كثيرا في تفسير هذه الرمزيات ما هو الوحش؟ بعضهم قالوا الإمبراطورية الرومانية التي اضطهدت المسيحية بعضهم قال هي النازية لاحقا أو قالوا أي سلطة تجديفية ستظهر لتحارب المسيحية ممكن الشيوعية مثلا حتى أن بعض الأرثوذوكس يفسروا هذا النص بأن الوحش هو بابا الفاتيكان لأن البابا نفسه الكاثوليكي كان كافر عند الأرثوذوكس وهكذا فكل واحد يفسر بما يراه لكن كل هذه التفسيرات الرمزية ما كانت تتحدث عن مملكة أرضية يحكم بها يسوع وينزل بالمجيء الثاني وإلى آخر هذا كل ما كان يؤمن به إلا كما قلنا في البروتستنتية الجديدة بعد الإصلاح الديني هناك أيضا خطة ظهرت في القرن الأخير تحديدا بعد تأسيس إسرائيل وبعد سيطرت اليهود على القدس في عام 1967 فبدأوا يفكرون فعلا وجديا بأنه الآن حان الوقت لتأسيس الهيكل وأن هناك مرحلة سبع سنوات مرحلة السلام المؤقت وأن هناك مرحلة مهمة هي سبع سنوات نصفها له ثلاث سنوات ونصف مدة السلام المؤقت التي سيعاد فيها بناء الهيكل بنهاية هذه المدة سيظهر للناس أن الذي سيحكم القدس هو نفسه عدو المسيح بعضهم قال هو ملك عربي سيحكم القدس باتفاق سلام ثم سيعلن أو سيظهر للملأ أنه هو عدو المسيح وسيتجمع حوله كل الأشرار ثم ينزل عيسى كما قلنا الآن في هذه المرحلة ستندلع الحرب العالمية الثالثة وهي هرماجدون أو أرماجدون عندهم طرفها هم الطرف الأول اليهود بنوا إسرائيل مع المسيحيين المتحالفين معهم وغالبا ستكون أمريكا والطرف الثاني هم الكفار على رأسهم المسلمون والذي يقوده المسيح الدجال بعضهم كان يقول هو سيكون نفسه عربي مسلم أو سيكون من عرق آخر ولكن ستكون متحالفة معهم روسيا هذه نقطة مهمة عندهم في تلك الأيام كان الاتحاد السوفيتي فالشيوعيين متحالفين مع المسلمين هم الذين يقودون جيش الشر أو محور الشر في كل التأويلات في تلك الفترة على ما قرأت على الأقل لم أجد كلاما عن الشعوب الأخرى أين الأفارقة أين الصينيين أين كل شعوب شرق آسيا أين أمريكا اللاتينية لم أجد شيئا عن ذلك حتى أوروبا كان معظمهم يقولهم سيكون حلفاء للشر لأن لهم أيضا وجود ببعض التأويلات هذا ممكن نتحدث عنه لاحقا لكن معظم التفسيرات هنا كانت تتحدث كما قلنا عن أرماقدون التي سيدمر فيها عدو المسيح مع جيوشه بسلاح نووي لأن بعض النصوص تتحدث عن إلقائهم في بحيرة الكبريت والنار وتفاصيل ذوبان لحومهم وجلودهم وعظامهم تشبه ما يحدث للضحايا كما رأوا فيه روشيما بعد ألقاء السلاح النووي فقالوا إذن السلاح النووي هو الذي سيكون سلاحهم في هذه الفترة بنهاية هذه المعركة يقتل كما قلنا كل الشعوب ولا يبقى إلا المؤمنين بالمسيح فهنا سيحكم المسيح اللي هو الرب عندهم سيحكم العالم كله لمدة ألف سنة وسيقيد في هذه الفترة الطويلة الشيطان الشيطان إذن لن يقتل سيقتل عدو المسيح مع جيوشه الشيطان يبقى مقيدا في منطقة اسمها الهاوية هو وجنوده وخلال ألف سنة يستمتع هؤلاء بشيء يشبه الجنة فيها كل المتعة الحسية بنهاية هذه الفترة يطلق قيد الشيطان مع جنوده فيعود إلى الإفساد في الأرض ويجمع أيضا جيوش يأجوج ومأجوج من زوايا الأرض الأربعة بصراحة لم أعرف من أين سيأتون لأن كل البشر سيقتلون قبل ذلك لكن الله أعلمهم في مكان ما سيخرجون ويحاول أيضا إبليس أن يقاتل بهم ولكن هنا مرة أخرى يتمكن الرب يسوع من الانتصار عليهم وهنا يرمى إبليس إلى جهنم ويبقى هناك إلى الأبد ويعيد الرب هنا خلق السماوات والأرض بعد أن تكون قد دمرت ويعيشون في الملكوت معه يعني هو الجنة إلى الأبد وهكذا ينتهي الزمان هذه هي خلاصة الأفكار الصهيونية الآن التي اكتمل نضوجها على يد المسيحية المتصهينة لأن كيف أثرت هذه الأفكار على السياسة وصولا إلى تأسيس إسرائيل وما بعدها حتى أيامنا سأختصر قدر المستطاع أبدأ من الثلاثينات القرن التاسع عشر يعني من 1820 إلى 1830 في هذه الفترة ظهر القص جون نيلسون داربي في إنجلترا وبدأ يعيد هذه الأفكار ويحاول تنزيل الوقائع على هذه النصوص وهو يعتبر الأب الروحي لما يسمى بالمنهج التدبيري في المسيحية المتصهينة وهي تركز كل اهتمامها على تقسيم الدهر إلى العصور كما قلنا وتنتهي بالمجيء الثاني للمسيح وكان يقول أنه أيضا وشيك جدا فأسس من خلال جولاته في الدول الأوروبية العديد من المجالس والمحافل التي كان دورها الأساسي بث هذه الأفكار الصهيونية في كل أوروبا في عام 1841 وأحفظوا معي هذا الاسم القنصل البريطاني لدى ولاية سوريا في الدولة العثمانية شارلز هنري تشيرشل وهو من عائلة تشيرشل النبيلة وتعرفون هذا الاسم سيأتي أيضا لاحقا هو كان أول من اقترح خطة سياسية لإنشاء دولة يهودية في فلسطين على بلده إنجلترا اللي كانت هي أكبر إمبراطورية في الغرب كله في تلك الفترة طبعا كانت أيضا دولة العثمانية في آخر أيامها وكانت دولة ضعيفة فهو كتب رسالة إلى رئيس مجلس نواب اليهود البريطانيين موسى مونتي فيوري وباختصار أنا رأيت حتى الصورة الأساسية للوثيقة وتأكدت من أنها صحيحة يقول أنه لديه رغبة شديدة في رؤية قومه اليهود يعني الأوروبيين أن يعودوا لاستئناف وجودهم كشعب على الأرض المقدسة ويقول أنه شرط أن يتحقق هذا الحلم بأن تحملوا أنتم اليهود هذا الأمر على عاتقكم على الصعيد العالمي وأنتم ساعدكم القوى الأوروبية وهنا يظهر الحماس الديني لدى هذا تشيرشل وهو أيضا بروتستانتي فيقول في ختام رسالته أنه هدفه من هذه القضية كلها هو رغبة متحمسة في رفاه ورخاء شعب ندين له جميعا بامتلاك تلك الحقائق المباركة التي توجه عقولنا هو يتحدث عن اليهود الذين يوجهون عقولهم الأوروبيين الآن في عام 1845 بعد فترة قصيرة جدا كما قلنا اقترح المسؤول في وزارة المستعمرات في لندن إدوارد بيتفورد إقامة الدولة اليهودية في فلسطين هنا بدأت المقترحات تأخذ بعدا جديا لاحقا تمكن زعيم حزب المحافظين في بريطانيا بنجامين ديزرائيلي هكذا اسمه يعني إسرائيلي وضع قبل هادي فواضح من الاسم أنه يهودي وهذا رئيس وزراء بريطانيا قصته باختصار أن أبو كان يهودي ولكن انشق باختلاف مع اليهودي حول الضرائب فدعى أو ربما بشكل صحيح اعتنق المسيحية البروتستانتية ولكن العرق اليهودي والأفكار اليهودية كانت واضحة جدا في بنجامين هذا الذي صار لاحقا رئيس وزراء بريطانيا الدولة العظمى لكانت في تلك الأيام دولة استعمارية إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس وهو نفس هذا بنجامين قبل أن يصبح رئيس وزراء كان أديبن وألف رواهي اسمها تانكارد أو الصليبية الجديدة يتحدث فيها عن تأسيس دولة يهودية على أرض فلسطين وكان يرى من مصالح بريطانيا أن تؤسس هذه الدولة في تلك المنطقة الآن بعد خمسين سنة من رسالة تشارلز هنري تشيرشيل كما قلنا قبل قليل ظهر كتاب الدولة اليهودية على يد من لا بد أنكم تعرفون الآن هيرتزل كلنا نعرف أن هيرتزل هو مؤسس الصهيونية لكن قبل خمسين سنة تشيرشيل كما قلنا أرسل تلك الرسالة إلى اليهود في بريطانيا ليقول لهم أنه يتمنى ظهور هذه الدولة القومية اليهودية على أرض فلسطين كانت الأجواء الآن جاهزة في كل أوروبا لفكرة أنه نتخلص من اليهود ونبعث بهم إلى أرض فلسطين وكانت أيضا الأفكار الصهيونية المتعلقة بفكرة خطة الرب للدهر أيضا موجودة عند الكثير من المتدينين وكان في تلك الفترة أيضا في مشكلة سياسية اسمها المشكلة اليهودية يعني هكذا لو بحثتم على النت المشكلة اليهودية أو المعضلة اليهودية هي فكرة أن هناك عرق له مشاكل اجتماعية بغض النظر عن أي نظرية مؤامرة أو معادات سامية دعكم من كل هذا الآن لكن هناك عرق نحن لا نريده هو يعيش في قتوهات مغلقة ونحن لدينا مشكلة معه بالمناسبة على الهامش كل شعوب الأرض أيضا قبل الحداثة الآن كانت شعوب متجانسة يعني كل أمة تكون منغلقة على نفسها لها ثقافة ودين وربما عرق مستقل خاص به صحيح لاحقا ظهرت الدولة القومية في بعض الدول ولكن أيضا المجتمعات المدن على الأقل كانت مستقلة بنفسها لها دين خاص بها ما كان مثل الآن الحداثة العلمانية اللي هو عادي مثلا تدخل أنت على نيويورك فتجد في كل حي مثلا هناك معبد لدين ما وهذا موجود في كثير أيضا من الدول أو المدن الأوروبية نفسها اللي كانت أصلا سابقا مجتمعات متماسكة متجانسة فإذن الفكرة كانت أنهم لا يريدون دخلاء بينهم طبعا هذا ليس عند المسلمين المسلمين كان عندهم عادي أن يعيش الأقليات من أهل الكتاب وحتى من غيرهم في بعض الحالات من أديان أخرى هذا ما كان عندنا مشكلة المهم الآن بعد ذلك قامت الحرب العالمية الأولى كما نعرف في منتصف الحرب العالمية في عام 1916 وصل زعيم حزب الأحرار البريطاني ديفيد لويد جورج إلى رئاسة الوزراء هذا كان صهيوني أيضا بامتياز وهو الذي قال لوزير خارجيته أرثر بيلفر أريد منك أن ترسل رسالة قصيرة من أقل من صفحة إلى زعيم اليهود في بريطانيا روتشيلد فيه وعد بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين لأنه كانت تلك الفترة الدولة العثمانية في آخر أيامها طبعا قبل هذه قصة الآن ما بدنا نطول يعني المهدسل حاول بدعم بريطاني أن يذهب إلى السلطان عبد الحميد ويقنعه بشراء هذه الأرض وأن يدفعوا ديون الدولة العثمانية إلى آخره طبعا تم الرفض لكن مع دخولهم بالحرب العالمية الأولى كان واضح أن الدولة العثمانية ستنتهي وكانت الثورة العربية بين قوسين قد قامت لانفصال العرب عن العثمانيين فكان إذن الوقت مهيئ تماما لإنشاء هذه الدولة الآن كما نعرف أسقطت الدولة العثمانية للأسف وانتهت الخلافة قسمت هذه الأراضي ونشأ الانتداب البريطاني على فلسطين لأن كل منطقة من الدول العثمانية المسلمة باستثناء تركيا طبعا لكن كل ما كان من دول العرب الذي يخضع للدولة العثمانية كله صار تحت الاحتلال البريطاني أو الفرنسي فكانت فلسطين هي جزء من حصة بريطانيا في هذه الفترة طبعا تضخمت حركة الهجران لليهود إلى أرض فلسطين الآن نأتي إلى الحرب العالمية الثانية الآن نعود إلى وينستون تشرشيل رئيس وزراء بريطانيا الذي كان من عائلة تشرشيل الذي خرج منها كما قلنا هنري تشرشيل الذي جاء ذكره قبل قليل تشرشيل الثاني الآن وينستون الذي قاد بلاده للانتصار على النازية وكان رجلا عظيما في تاريخه معروف ولكن هو قبل أصلا أن يكون الرئيس وزراء بما أنه من عائلة سياسية أرستقراطية فهو كان متدرجا في عدة مناصب أكثر من وزارة منها كان وزير الدولة لشؤون المستعمرات في تلك الفترة في عام 1921 أنشأ دائرة الشرق الأوسط لأن وزارة الخارجية آنذاك لم تكن مقتنعة بفكرة بيلفور يعني اللي جاء بعد بيلفور بعد ثلاث سنوات أو أربع سنوات فقط من وعد بيلفور كان غير مقتنع بفكرة إنشاء دولة يهودية فأخذوا هذه السلطة من يد وزير الخارجية آنذاك جورج كورزون إلى يد شيرشيل اللي كان كما قلنا وزير الدولة لشؤون المستعمرات حتى يدعم هذه الفكرة فهو أيضا بنفسه تولى مهمة التمهيد لإنشاء الدولة لاحقا الآن لا نغفل مرة أخرى أن هناك أسباب سياسية واستراتيجية للدعم البريطاني الصيونية مثلا لويد جورج أيام الحرب العالمية الأولى كان صديقه يهودي بريطاني اسمه حايم وايزمن هذا كان عالما في الكيمياء وكانت لديه تجارب ساعدت في اختراع بعض القنابل التي استفادوا منها في حربهم فإذا كان لويد جورج مهتم باستقطاب اليهود لدعمه لأنه أيضا كانوا أغنياء جدا في تمويل حربه أيضا في الحرب العالمية الأولى فهذا أيضا من أسباب اهتمام بريطاني بتأسيس الدولة اليهودية وأيضا كما قلنا المشكلة اليهودية هي مشكلة اجتماعية وسياسية أيضا الآن أشير إلى كتاب مهم وأنصح كل مهتم بقراءته للصحفية الأمريكية غريس هالسل كتابها مترجم اسمه النبوءة والسياسة تقول يهود أوروبا لم يظهروا سوى القليل جدا من الرغبة لترك أوطانهم والهجرة إلى فلسطين لمدة 150 سنة كان المسيحيون البروتستانت وخصوصا في بريطانيا ثم في أمريكا هم المدافعون الوحيدون عن الصهيونية عملوا بانفراده بإصرار كبير جدا على تأسيس هذه الدولة يعني اليهود ما كانوا حتى مهتمين في الحرب العالمية الثانية نعرف قام النازيون بحرق الكثير من اليهود بالهولوكوست بغض النظر عن الأرقام والتحقيق والتدقيق والآخره لكن هذه الهولوكوست كانت هي أهم شيء دفع الكثير من اليهود للتفكير فعلا بالهجرة لأن معظم أو الغالبية الساحقة من اليهود في تلك الفترة كانوا مهتمين بأن يبقوا في أوطانهم الأوروبية ما كان أحد مهتم بأن يذهب إلى بلد لا يعرف عنه شيئا وهو فلسطين وينشئ من الصفر مستعمرات ودولة ستحارب من كل محيطها العربي والمسلم الآن سنعود إلى أمريكا كما قلنا قبل قليل التطهريون أو المتظاهرون البيوريتان والكويكرز البروتستانت كانوا من أهم الجماعات التي هاجرت إلى أمريكا وأسست الدولة الجديدة أسستوا مستعمرات طبعا ما كانوا الوحيدين كان هناك هجرات من كل مكان ولكن كانوا هؤلاء من أهم من ذهب إلى هناك وكانت عندهم فكرة مسيطرة على عقولهم مهم أنهم الشعب المختار أو ما يشبه الشعب المختار الذي سيهرب من الأرض الظالمة الظالم أهلها في إنكلترا ويذهبون إلى الأرض الجديدة التي تشبه أرض الميعاد وسينشئون فيها الأرض المقدسة يعني هذه كانت فكرة مسيطرة عليهم بمعنى أنهم يشبهوا شعب إسرائيل الشعب المختار الذي سيهاجر إلى إنشاء أرض الله في بلد آخر ويعبرون البحر إلى هذه الأرض من هؤلاء طبعا خرج بعض مؤسسي الدولة الأولى لا ننكر أنه الدولة لما تأسست في عام 1776 لما وضع إعلان الاستقلال في الولايات المتحدة للاستقلال عن بريطانيا أو إنكلترا كانت الفكرة هي أنه يجب أن تكون دولة علمانية بمعنى أن الدولة لا يحكمها رجال دين ولكن الفكر الديني كان موجود عند الكثير من هؤلاء المؤسسين الدليل أنه أول مقترح طرح للشعار الأمريكي هو الشعار الدولة اللي يسمونه Great Seal اللي هو الختم يعني اللي هو الآن هو النصر المعروف المقترح الأول كان هو صورة رمزية لشعب بني إسرائيل وهم يخترقون أو يعبرون البحر وفرعون من ورائهم يحاول أن يصل عليهم والرب كان يتجسد كما تقول القصص عندهم في الكتاب المقدس كانوا متجسدا كعمود من نار أو نور في السحاب فهذه الصورة كانت هي أول مقترح لختم أمريكا فهذا يظهر لك الفكرة كيف كانت مسيطرة عليهم طبعا هو المقترح رفض لاحقا ولم يعتمد وأنا لا أستبعد أيضا أن الكثير من مؤسسي أمريكا الأباء المؤسسون كما يسموهم أصلا ما كانوا متدينين ربما كانوا ماسون ملحدين أصلا أو مؤمنون بالشيطانية إلى آخره لكن أقصد أنه مجرد وجود هذا المقترح يبين لك أنه كيف كانت هذه الفكرة موجودة عندهم لأنه أيضا هذه النقطة مهمة أنه حتى هرزل والكثير من المؤسسي الصهيونية كانوا علمانيين ربما البعض يقول ما كانوا يؤمنون بالرب نفسه أصلا ما مؤمنين بالدين أصلا لكن عندهم فكرة أن هذا الشعب الذي ناضل واستطاع أن يصمد وأن يحافظ على وجوده وثقافته فهو إذن حتى لو لم يكن شعب الله المختار لأنه ما في إله بالنسبة لهم لكن على الأقل هو شعب مختار من ناحية علمانية يعني شعب لديه احترامه حتى لو لم يكن مقدسا شعب حافظ على ثقافته واستطاع أن يصمد إلى آخره فإذن لذلك تجد في الصهيونية الدين مع الإلحاد العلمانية متحالفين لهدف واحد وهو تأسيس إسرائيل وحمايتها أنا الآن أشعر فعلا أني أطلت كثيرا ولذلك سأحاول قد أستطاع الإختصار وما زال الكلام يعني كثير جدا في هذه الفترة في أواخر القرن التاسع عشر ظهر التيار الذي نعرفه اليوم هو التيار المسيحية الأصولية فندامينتاليزم هذه هي التي ظهرت منها كل التيارات المعروفة الآن هنا أيضا ظهر قص أمريكي اسمه سايروس سكوفيلد هو الذي إعاد أحياء فكرة أو أفكار الإنجليزي الذي قلته عنه قبل قليل جون نيلسون داربي هنا انتشرت هذه الأفكار في أمريكا انتشرت كالنار في الهشيم الكثير من الكنائس البروتستانتية في هذه الفترة بدأت تؤمن بفكرة المجيء الثاني للمسيح الآن في فترة العشرينات من القرن العشرين صار فيه انشقاق وانفصال في البروتستانتية في أمريكا صار عندنا الفندامينتاليزم الأصوليون مصطلح الأصوليين معروف حتى عندنا في المسلمين يسمى السلفية الأثرية مثلا المتمسكين بالنص ولا يريدون التأويل ولا كذا يسمون أصوليين بغض النظر عن المعنى الذي قد يكون مسيء عند البعض لهذا المصطلح لكن البعض يسمي نفسه عندنا أثري بمعنى متمسك بالأثر بالنص فإذا ليس مصطلح تحقيري أو إساءة بمعنى أنه أنت تتمسك بالأصل وبالنص وبالتفسير الحرفي في مقابل لهم البروتستانتية الرئيسية مين لاين بروتستانت لاحقا في فترة ما صارت القوة الأكبر كثيرا للبروتستانتية الأصولية اللي صار لها اسم آخر هو إيفانجيلية قد تترجم بشكل خاطئ إلى الإنجيلية ليست إنجيلية إيفاجينية لازم نعرب المصطلح كما يقال بالإنجليزية لأن الإنجيلية نسبة للإنجيل الكتاب ولكن كل المسيحية تنتسب للإنجيل لكن إيفانجيلية الإيفانجيل اللي هو الذي يروي أو الذي ينقل أو الذي يبشر بالإنجيل فهم مبشرون الآن بعد الحرب العالمية الثانية ظهر هذا المصطلح الإيفانجيلية ممكن نقول الآن أن الإيفانجيلية اللي الآن تمثل عصب المسيحية المتصهينة تتسم بأربع صفات أساسية عصمة الكتاب المقدس في خلاف هذا الموضوع لكنهم يؤمنون بأن العصمة في كل شيء الكتاب هو معصوم عن الخطأ في كل التفاصيل وليس فيما يتعلق بما هو خارج القضايا العقدية كما يؤمن الآخرون مثلا بمعنى أنه مثلا للآخرين ما عندهم مشكلة مع نظرية التطور اللي بتتخالف وتتعارض وتتناقض مع الكتاب المقدس لكن هؤلاء الإفنجليين لا يجب أن نتمسك بكل شيء في الإنجيل أيضا يؤمنون بأنه الطريق الوحيد للخلاص من خلال الإيمان بيسوع بعضهم الآخر حتى لقد لا يكون عندهم مشكلة مع دين آخر أيضا أيضا الإفنجيلية تهتم بتجارب التحول وعندهم مصطلح الولادة من جديد بمعنى أنت الآن تعرفت على المسيح حتى لو كان عمرك 40-50 لهي التوبة يعني صحيح قبلها كان مؤمنا بالمسيح ولكن الآن هو دخل في مرحلة جديدة من الإيمان به لها تفاصيل أيضا وأيضا الميزة الرابعة الاهتمام بالنشاط التبشيري طبعا الآخرين عندهم تبشير ولكن هؤلاء عندهم التبشير قضية ضرورية لأن هناك نقطة مهمة أيضا أخذت مني الكثير من البحث حتى أفهمها وهي أن البروتستانتية تشضت وانقسمت وفيها عشرات الكنائس الكثيرة المشيخية المعمدانية الخمسينية الكارزمية ميثودية كويكارز يعني مصطلحات لا تنتهي كل واحدة منها أيضا قد تنقسم إلى أكثر من كنيسة المهم أنه في الوحدة منها في المعمدانية في المشيخية قد تجد كنيسة مشيخية إيفانجيلية وكنيسة مشيخية أخرى رئيسية مين لاين يعني بمعنى هي حداثية لبرالية لا تتمسك بالتفسير الحرفي وكلهما طبعا كما قلنا مشيخي وهذا ينطبق أيضا على المعمدانية والميثودية وإلى آخره فإذن هذا أيضا قضية قد يكون فيها أشكالية أنه قد يكون بعضهم بروتستانتي معمداني مثلا وتجده متحرر يؤمن بالنظرية التطور مثلا عنده اختلاف كبير في قضية الصهيونية فهذه قضية مهمة يجب أن تفهم أيضا كما قلت أنه الإيفانجيلية هي جزء من الأصولية كانت تسمى أصولية منذ العشرينات بعدها بعد الحرب العالمية الثانية كما قلنا ظهر مصطلح الإيفانجيلية هذه التعريفات أنا فعلا أخذ مني الكثير من الوقت حتى أفهم لأن الكثير من الأبحاث لا تجد فيها عدد تفصيل بهذا الشكل الواضح الآن بعد الحرب العالمية الثانية قامت إسرائيل في عام 1948 تأسيس إسرائيل كان بالنسبة لهم محدث جدا جدا مهم قبلها الإيفانجيلية كما قلنا ما كانت موجودة أصلا كان في أصولية وكان في نعم حلم بتأسيس دولة إسرائيل وكذا لكن لما تأسست فعلا ورأوها بأعينهم كان شيء زي الخيال يعني يعني حتى نقرب الأمر لنا نحن المسلمين كأن ترى بعينك خليفة يقوم وليس مثل داعش يعني لكن خليفة حقيقي يقوم ويعلن عودة الخلافة بعد سقوطها من أكثر من 100 سنة فخبر كهذا كيف سيكون وقعوها للمسلمين ويكون فعلا خليفة حقيقي ودولة قوية وله جيش وإلى آخره فخبر ليس قليلا اللي هو طبعا احتفل واحتفال هائل وفي المقابل المسيحية المتصاهينة قالت الآن نحن نعيش آخر أيام الزمان الآن سيعود المسيح فعلا فلذلك الكثير اللي كان يسمى المين لاين انقلبوا إلى الأصوليين ونشأت هنا الإيفانجيلية كنائس هائلة وصار في عندها تمويل إلى آخره ما أنه في هاي الفترة أيضا بعد الحرب العالمية الثانية كما نعرف كان هناك ما يسمى بالثقافة المضادة الكثير من الناس أيضا يعني ما عادوا يؤمنون لا بدين ولا بشيء لأن وقع الحرب على الناس كان هائلا انتشرت العلمانية والإلحاد وحركات الهيبيز وحركة العصر الجديد وانتشر المخدرات والثورة الجنسية وانحلال أخلاقي هائل هذه كلها في مرحلة الستينات تحديدا فلدينا كان هذا الصراع بين المسيحية وبين الانحلال فالذي ذهب باتجاه التديون أخذها من أقصها كما يقال فأخذ الموضوع بهذا التشدد وهذا التطرف وبدأ ينظر الأمر فعلا على أنه نعم نحن الآن نقترب من آخر الزمان لأنه كما قلنا في النبوآت عندهم أنه آخر الزمان سيكون فيه حروب وسيكون فيه انتشار الفساد والمجاعات وإلى آخره فهم رأوا بأعينهم الحرب العالمية الثانية أكبر حرب شهدها البشر في كل تاريخهم ورأوا أيضا انتشار الفساد وإلى آخره فتمسك الكثير من المتدينين بهذه المفاهيم لاحقا في عام 1976 وصل جيمي كارتر المتدين المسيحي الإيفنجيلي وصل إلى الرئاسة الآن بدأ الانتقال إلى مرحلة أخرى كارتر يعتبر أول رئيس أمريكي يصرح بأنه ولد من جديد كما قلنا مصطلح الولادة من جديد يعني هو دخل فعلا في مرحلة أخرى من حياته وهذا كان في سنة الأربعين تقريبا وما كان مشهور أصلا ما كان حتى معروف على صعيد أمريكا كان حاكم لولاية صغيرة من عائلة فقيرة مزارعة لكنه كان متدين جدا فتجمع حوله الإيفنجيليون وبدأنا نرى مرحلة جديدة في أيام كارتر كما نعرف صار السلام بين السادات وبين إسرائيل وبالمناسبة السلام عند هؤلاء مرفوض فهذه نقطة مهمة أيضا لأنه كارتر مع كل تدينه لكن أيضا كان يميل جزئيا إلى العلمانية فبمعنى ما أعطى الإيفنجيليين الكثير من المناصب في آخر الأيام نشقه عنه لكن هنا حتى نفهم أيضا بمعنى أنه عندما أقول شخص ما متدين ولديه أهداف سياسية ووصل إلى السلطة لا يعني بالضرورة أنه كل ما يفعله في السلطة ينطلق من أفكاره الدينية هناك يبقى دولة عميقة دولة العميقة غالبا تكون علمانية تفكر بأفكار دنيوية أفكار استراتيجية فلذلك ربما هو ربما فكر بفكرة أنه مع أنه هو داعم لفكرة إسرائيل والمجيء الثاني للمسيح أنه لا مانع من سلام مرحلي حتى تقوى إسرائيل ولا تنشغل بالحروب مع جرانها ثم في النهاية سيأتي المسيح في المجيء الثاني وسيقضي على كل هؤلاء سيقضي على السادات وسيقضي على كل العرب والمسلمين ولا آخره بقية القصة المهم كما قلنا انشق أو يعني تخلى الإفانجيليون لاحقا عن كارتر ودعموا مرشح الحزب الجمهوري اللي جاء ضده من هو رونالد ريغان الآن مرحلة مختلفة تماما بدأ حكمه في عام 1980 كان ريغان منذ بدايته مع أنه كان ممثل في هوليوود لكن أول ما بدأ يهتم بالسياسة أظهر أنه مؤمن إلى أبعد حد بكل الأفكار التي قلناها لدرجة متطرفة وحتى الآن تكتب عنه الكتب أنه كان شخص مختلف تماما فيه كلام كثير الآن ما في وقت حتى نذكره لكم لكن فيه تصريحات كثيرة كان يقول أنه يؤمن بأنه أيام هذه في حكمه أيضا هذا كان يقوله في أيام الانتخابات في حملة الانتخابية يقول أنه لا يستبعد أنه في حكمه إذا فاز ستقوم معركة هرماجدون كان طبعا وقتها الاتحاد السوفيتي أيضا موجود هو الذي كان ينافس أمريكا على سيادة العالم فإذن هو الذي سيحارب معه مع الدجال مع العرب والمسلمين في المقابل كل الإيفانجيليين تكتلوا حول ريغان وأقنعوه فعلا وهو أصلا كان مقتنعا بفكرة أنه سيقود أمريكا لتكون الدعم الأساسي لإسرائيل وهي التي ستحارب بالسلاح النووي ضد الشوعية والمسلمين وبقية هؤلاء الشعوب في هذه الفترة بدأت تظهر الآن الشخصيات الكبيرة جاري فالويل مثلا في عام 1983 نشر كتابا بعنوان الحرب النووية والمجيء الثاني للمسيح وقال فيه نفس الكلام الذي كنت أقول لكم وقال أنه في هذه المعركة سيفنى خمسة أسداس الجنود السوفييت وهذا كان قبل معركة هرماجدون عندهم أيضا تأويلات أخرى هال لينتسي ألف عدة كتب في هذه المرحلة أهمها كتاب اسمه آخر أعظم كرة أرضية هذا الكتاب كان من الأكثر مبيعا في أمريكا شيء لا يصدق يعني في أغنى دولة وقائدة العالم الحر كما يسمى وبلد يفترض أنه علماني ظل كتابه على قائمة الأكثر مبيعا لمدة عشرين أسبوع كما قرأت وكان في صدارة القائمة لفترة ما هو يتحدث على أنه الآن في هذه الفترة سيحدث فعلا المجيء الثاني للمسيح وصار يقدم لأتباعه النصائح ماذا يفعلون حتى يستعدوا الآن غريس هالسل التي استشدت بها قبل قليل تحدثت عنه كثيرا في كتابها وكيف أنها كانت تتحدث إلى بعض الناس من عامة الناس واحد منهم مثلا جاء يصليح لعندها تصليح في البيت قال لها أنه فعلا مؤمن بهذا الكتاب يعني هو الناس العاميين كانوا مقتنعين فعلا أنه الكتاب المقدس قال أنه في أيامهم ستقوم هذه المعركة وستكون معركة نووية فغريس هالسل ألفت هذا الكتاب لتحذر الناس أنه الآن هي ألفته في الثمانينات تقول لهم الآن لدينا رئيس يحكم أقوى دولة في العالم مؤمن بهذا الكلام وهو مستعد للضغط على الزر النووي لأجل عيون إسرائيل في أي لحظة بالمناسبة كانت هناك أحداث فعلا أخرى يعني سياسية كانت تحذر فعلا من احتمال اقتراب هذه المرحلة في الفترة هذه أيضا فالويل أسس جمعية أو منظمة أخلاقية سمها مورال ماجوريتي هي اللوبي كبير أسسه في التسعة وسبعين يعني حتى قبل أنسل ريغان فما ننسى في تلك الفترة كما قلنا كان في إنحلال أخلاقي فكان لهم دور مهم جدا ويشكرون عليه بإعادة الأخلاق للمجتمع فكان شبابهم يتعهدون ما يمارسوا الفاحشة قبل الزواج يحافظوا على أخلاقهم هم وقفوا أيضا ضد محاولات المثليين في تلك الفترة لأن من السبعينات كانت المثلية تخرج بمظاهرات فهم الذين تصدوا لهم فكان لهم دور كبير في التصدي لأجندة الإجندر والإجهاض وكل هذه الأمور في هذه الفترة مرحلة الثمانينات كان هناك قنوات ضخمة قنوات تلفزيونية طبعا ما كان في إنترنتها تلك الأيام فكان الإعلام الأهم هو التلفزيون والجرائد فكان عندهم إمبراطوريات إعلامية هائلة ما في وقت الآن لنتحدث عن الإحصائيات من أهم الكبار في تلك الفترة كما قلنا فالويل في غراهام أيضا بلي غراهام ممكن نعتبره يعني معتدل إلى حد ما كان يحاول أن ينأب نفسه كثيرا عن السياسة لذلك كان مقربا من كل الرؤساء من أيام دوايت أيزينهاور حتى مات مات في أيام أوباما عمر إلى 100 سنة دقريبا فهذا كان يعتبر من أهم مبشرية المسيحية في العالم كله مع ذلك كان يسمي حملاته التبشيرية التي يقوم فيها في أنحاء العالم كله أكثر من 180 دولة كان يسميها حملات صليبية لكن مع ذلك ما كان يصرح تصريحات خطيرة بعكس الآخرين كما قلناها لينتسي وفالويل وإلى آخره في أيضا القص جيمي سواجارت ربما يعرفه بعضكم المنجيلي الشيخ أحمد ديدات رحمه الله قام بمناظرة معه في عام 1986 كل واحد من هؤلاء الذين قلت أسمعهم الآن كان عند إمبراطورية أعلامية وربما يقود جامعة ومؤسسة أيضا تربوية للأطفال لو بحثتم عنهم حتى الآن هذه المؤسسات موجودة ولكن بحجم أقل الآن حتى نفهم كيف كانت قوتهم في تلك الأيام في أحد الدراسات في عام 1985 تبين أن 40% من مشاهدي التلفزيون في أمريكا كانوا يستمعون بانتظام مش مرة أو مرتين بانتظام إلى واحد من هؤلاء الإفنجليين 40% من المشاهدين رقم كتير كبير يعني نتحدث هنا عن دولة علمانية مرة أخرى دولة حداثية دولة فيها سينما وفيها مايكل جاكسون كان في مجده في تلك الأيام فيها ترفيه فيها كل شيء مع ذلك 40% من المشاهدين كانوا يواضبون على الاحتمام ومشاهدة هذا الخطاب اللي كما قلنا كان مهبوس بفكرة المجيء الثاني للمسيح وأن إسرائيل هذه هي الأرض المقدسة التي يجب أن نحميها الآن في آخر الثمانينات انتهى حكم ريغان وأيضا في بداية التسعينات مع وصول جورج بوش الأب إلى الحكم وهو أيضا كان مؤمنا بالإفنجلية لكن انهار أتحاد سوفيتي فهنا صار في تغيير في بعض النبوات يعني الشيوعية لم تعد موجودة لن تكون هي التي تحمي لكن مع ذلك تضخمت أحلامهم أمريكا الآن صارت هي قائدة العالم وجورج بوش المتدين كان يقول نحن الآن نقود النظام العالمي الجديد نيو بولد أوردر ما عاد في شيوعية تنافسنا أيضا الرئيس العراقي السابق صدام حسين كان باسم لهم هو الوحش هو العدو المسيح وأيضا أطلق بعض الصواريخ على إسرائيل فأيضا تضخمت هذه النبوات في تلك الفترة وفترة التسعينات ظهر فيها عدة كتب تتحدث على أنه نعم الآن سنشهد مرة أخرى عودة المسيح مع أنه نبواتهم السابقة فشلت يعني هل لينتسي كان يقول أنه في عام 1988 تحديدا سيعود المسيح كما قلنا سقطوا ما صار شيء مع ذلك هو نفسه والآخرون استمروا في إطلاق المزيد من النبوات الآن انتهت هذه المرحلة وصل بلكلينتون العلماني الليبرالي الديمقراطي إلى الحكم وخفت الكثير من هذه النبوات أو من شعبيتها كما كانت في الثمانينات انتهت المرحلة الذهبية للإيفانجليين ولكن مع ذلك استمرت دعم الأمريكي طبعا لصيونية بعد ذلك لما وصل مرة أخرى الإيفانجليون إلى الحكم مع بوش الإبن وفي 2001 كما نعرف قامت الأحداث الكبرى 11 سبتمبر الآن كل الحماس اللي كان في الثمانينات عاد بأضعاف بوش الإبن قال نحن الآن نقود حملة صليبية ضد محور الشر مع أنه اعتذر وصارت فيه تعديلات والآخرية لكن الآن كل النبوات عادت لتقول هؤلاء المسلمون وهؤلاء الإرهابيون هم الذين يمهثلون محور الشر وأصلا لم تقم القاعدة بهذه العملية إلا لأنه كل المسلمين يكرهوننا يكرهون حضارتنا ويريدون تدميرنا إذن كل المسلمين مليار مسلم حتى لو ما كانوا كلهم إرهابيين وافقين على التفجيرات لكنهم كلهم لديهم كراهية لنا ونحن سنصطف في مقابلهم أيضا في هذه الفترة عادت الكثير من النبوات لتظهر وهنا أنصحكم أيضا بكتاب من أجل صهيون أن لفه باحث سوري ظهر في تلك المرحلة وكان يرصد أهم ما كان يكتب في المواقع الآن نحن دخلنا في مرحلة الإنترنت ما عادت قضية كتب فقط ولا تلفزيون الإنترنت كان هو المجال الأهم لانتشار هذه النظريات نظريات المؤامرة الكبرى الآن صارت تتحدث حتى بعضها يقول أنه في عام 2008 تحديدا كان بعضهم يحدى التواريخ يجب أن تدمر دمشق لأنه في بعض النصوص يتحدث عن ركام دمشق يجب أن تدمر أيضا العراق فالعراق يتمثل مملكة بابل اللي كانت من أهم أعداء إسرائيل فصدام حسين يمثل مملكة بابل ويجب أن يقضى عليه وبالفعل بعدما قضي على النظام العراقي شعروا بالفعل بأن هذه هي مرحلة تحقق النبوآت ظهر في تلك مرحلة أيضا الكثير من الكتب التي تؤيد هذا الموضوع وفاز مرة أخرى أيضا بوش بولاية ثانية وكانت كل مرحلة حكمه ثمان سنوات مشتعلة بالنبوآت مع ذلك أيضا في آخر الأيام آخر حكمه خفت هذه النبوآت مرة أخرى ورفع باراك أوباما كما نعرف في انتخاباته شعار التغيير لأنه كان هناك أيضا غضب كثير لأنه أمريكا مقسومة كما قلنا إلى قسمين يعني نصف الشعب متدين ونصفه علماني فكان علمانيين يعني وصلوا إلى المرحلة متطرف أيضا من كراهية الدين كله وكراهية الإفنجليين وخطابهم المتطرف هذا لكن الفكرة أيضا أنه مع ترشح أوباما قبل أن يترشح حتى للرئاسة كان قبلها مرشح لمجلس الشيوخ في 2004 من أول ما صعد وهو أسود وأبو اسمه حسين بدأت أيضا تظهر الكثير من نظريات المؤامرة على أنه مسلم وأن هناك مؤامرة تريد أن يحكم هذا المسلم المتخفي أمريكا نفسها فهو المسيح الدجال هو نفسه عدو المسيح أنتيكرايست نظرية قوية أنا رأيت أيضا بعض الفيديوهات التي انتشرت كالنار في الهشين بين الإفنجليين والعجيب يعني أنه بعض الدراسات قالت أنه 30% من أنصار الحزب الجمهوري يؤمنون بأنه مسلم وما بين 10 إلى 20% من الشعب الأمريكي كله فعلا كانوا مقتنعين أنه أوباما مسلم حتى أثناء حكمه يعني المهم بعد انتهاء فترة أوباما أيضا حكم ثمان سنوات كان كل التوقعات تقول أنه هيلاري كلينتون ستفوز بهي ديمقراطية مثله لكن التوقعات فشلت وفاز ترامب وعاد الإفنجليون أيضا ليحكموا باسم ترامب وأيضا رأينا دعمه المطلق للصهيونية بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى هناك وهذا كان يعتبر نصر تاريخي لهم حتى بعضهم كان يقول أنه هذه العملية وهي فقط مجرد نقل السفارة تشبه إعلان إسرائيل بأهميتها مهم جدا أن تعتبر أن القدس هي العاصمة الأساسية لمملكة إسرائيل التي سيحكم منها المسيح كما قلنا الآن ما هو مسيرهم المستقبلي هذه قضية طويلة لا نستطيع الآن أن نتحدث عنها هناك نظريات مؤامرة تتجدد باستمرار الأحصائيات الآن تقول بشكل عام يعني أن الشعب الأمريكي معظمه الآن يميل باتجاه العلمانية لأول مرة في تاريخ أمريكا منذ تأسيسها في هذه السنة تحديدا نصف الشعب الأمريكي في الاستطلاعات قال أنه لم يعد مؤمنا بالمسيحية هذه يعني تعتبر مرحلة تاريخية كبيرة بلد مسيحي متدين جدا كان في مرحلة سابقة في أيام الثمانينات كان ثمانين بالمئة من الشعب كان من البروتستانت العشرين بالمئة الآخرون كانوا متفرقين على طوائف أخرى ومسيحية أيضا وبعضهم يعني جزء قليل جدا يهود لكن نسبة الملحدين في كل أمريكا قبل يعني عقود قليلة كان لا يذكر يعني أقل من 5% تقريبا الآن نتحدث عن اللادينيين والمرحدين أكثر من النصف بقليل فإذا نسبة الإيفانجيليين الآن إلى كل الشعب يعني نسبة قليلة جدا وحتى معظم القنوات التلفزيونية لم تعد قوية كما كانت وأيضا نحن أيضا في مرحلة جديدة يعني معظم الشباب الآن لا يشاهد التلفزيون فهو مهتم بمواقع التواصل غالبا وبالسينما وبالإنمي وأشياء أخرى فهذا كله الآن يتغير الثقافة تتغير مع ذلك الآن لما ترى في الحملة الحالية الآن على غزة هناك ما زال هذا الدعم الهائل لإسرائيل ليس لأسباب إيفانجيلية كما كان في السابق ولأن هذه ما زالت في أم وجودة كما قلنا ومهووسة كما قلنا أيضا بالمجيء الثاني للمسيح ولكن معظم هذا الشعب تربى على ثقافة أن هؤلاء هم الديمقراطيون إسرائيل دولة متحضرة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط البقية برابرة فلذلك يجب أن ندعمها مع ذلك أقول هناك ما زال من يفكر بطريقة متجريدة لا نعرف كم نسبتهم وصعب أيضا أن تجري استطلاعات رأي نزيهة وتعرف ما الذي يحدث وكيف الناس تفكر ولكن أيضا أنا أرى أن فعلا في السنوات الأخيرة هناك نسبة كبيرة أو لا بأس بها من الشباب تحديدا الشباب الذين يفكرون بشكل مستقل لديهم قدرة الآن من خلال مواقع التواصل على رؤية الواقع ورؤية أنه فعلا هناك شعب يقتل وليس فقط إرهابيين بين قوسين يقتلون في غزة وفي فلسطين التغير دائما موجود الأيام دول يجب أن لا نيأس أن لا نفكر بالاستحالة كما كان اليهود كما قلنا في بداية القصة حريصون على التغلغل وتغيير أفكار أمة كاملة حتى قبل ما يكون في مواقع التواصل وما في إنترنت مفتوحة إلى آخره تمكنوا من التغلغل وتغيير الأفكار من الداخل فمن داخل الكاثوليكية خرج دين آخر بروتستنتي يؤمن بالعكس تماما وكما قلنا هو أكثر حماسا في دعم إسرائيل والصهيونية فلا نيأس نحن في المقابل من الدفاع عن حق الفلسطينيين بأرضهم وإعادة تقديم سرديات مختلفة هم لم يسمعوا بها سياسيا واجتماعيا ليس فقط دينيا لأن معظم الآن كما قلنا الشباب لم يعد مؤمنا بأي دين فأظن الآن المسألة أسهل بكثير بمعنى أسهل بكثير الآن أن تقنع أي شاب ملحد من هناك قضية حقوق إنسان في فلسطين من أن تمسك أي شاب مقتنع بالإفنجلية لتعيد تشكيل أفكاره من جديد إما أن تقنعه أن التفسيرات الحرفية غير صحيحة أو حتى الإنجيل نفسه غير صحيح وتغير دينه هذه قضية طويلة ليست مستحيلة ولكن يجب أن تنسف أفكاره كلها من البداية فالمتدين دائما يكون لديه تمسك روحي بأفكاره بعكس الملحد أظن أني أطلت لكن كل ما قلته في رأيه مهم جدا أرجو أن تكون الرسالة وصلت وأن تقرأ أيضا الكتابين لغريس هالسل النبوء والسياسة وكتاب أجل الصهيون لأستاذ فؤاد شعبان أيضا هناك بحث قصير عندنا في موسوعات السبيل اسمه المسيحية المتصهينة أما كتابي الذي استعرضت لكم أهم ما فيه الآن فربما يحتاج إلى بضعة أشهر حتى يظهر على الأقل في بداية العام المقبل إن شاء الله شكرا للاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله